مصر اللي وقفة تخيل يا أخي الأمريكان شايفين تخيل شايفين إن مصر هي اللي وقفة الدول العربية شايفة إن مصر وقفة للتحاد الأوروبي شايفة إن مصر اللي وقفة لكن بكل ألم وبكل أسف تاني بكل ألم وبكل أسف أنا لا أحب و أنا بقول يعني خليني أحط خطة عريض وعنوان أنا لا أحب منذ زمن طويل إني أعلق على مزيع زميل مقدم برامج كاتب صحفي كبير إلى آخر لا أحب أن أعلق يعني أنا عندي دايما سياسة النأي بالنفس لكن ساعات أنت كبني آدم أولا بني آدم وأقول إنه بني آدم نفسك سوية لا تضمر شرا ولا عداءا ولا ديولو و كمواطن مصري أولا و كمواطن مصري أولا وأنا دايما نقول أنا عندي كل الفخر أن أنا مواطن مصري لم أسعى في حياتي للحصول على أي جنسية في الوجود لا أنجلترا ولا أمريكا ولا غيره لم أسعى لم أفكر في الهجرة لا دلوقتي ولا بعدين أكبر تصوراتي إن أنا يوم ما أطلع معاش أبقى محوش إرشين أخد بيت في أسوان و أروح أقعد هناك على شط النيل يا جميل ده أكبر طموح عندي أعلم العيال أجوز العيال أحوش إرشين عشان لما أطلع معاش يسندوني كلام من ده يعني والكلام ده بالمناسبة يعرفه عني القص يوداني ماشي أما إنه نقترب نقترب لا المسألة تعدت الإقتراض أما إنه نواخد قرار إن إحنا نواصل الخبط في مصر فالواحد يشوف ويسمع ويفوت مرة واثنين وثلاثة ويلتمس العذر ويفكره ماليا وبعدين الواحد يقدم رجله وبعدين يأخر رجل طب الواحد يكتب ولا يعلق ولا يعمل إيه أنا رجل ماليش في السوشيال ميديا وما حبهاش وبالتالي ما عنديش فرصة حتى أكتب 140 حرف على السوشيال ميديا ما عنديش فرصة أكتب كلمتين على فيسبوك ما بحبهاش أقدر أفتح أكاونت بكرة زمان كان عندي أكاونت على تويتر ده كان زمان قفلته سنة 17 قفلته عملت له دي اكتيفيشن كان عليه ثلاثة ونصف من يوم بني آدم وقتاني أنا رجل كافر بالسوشيال ميديا لا حر لكن فعلا لما بقى شايف العالم كله بيثمن الدور المصري في هذه الأزمة الطاحنة اللي بتمر بها فلسطين المحتلة وابقى شايفة أن العالم كله مقدر الخطوات اللي بتقوم بيها مصر لأجل هذا الوطن هذا الشعب الناس مصر بتشتغل لنفسها ولأجل أمان المنطقة العربية بالكمال بس أستاذ عمر أديب مش عاوز يشوف ده تاني نخد بالك أنا بقول إيه الأستاذ عمر أديب أستاذ عمر أديب هو صاحب الخبرة الأطول في برامج التوكشو حبينا ده ما حبيناش ده ده واقع وليس بيني وبين الأستاذ عمر أديب وهو يعلم ذلك جيدا أي خصوم على الإطلاق بل بالعكس بيننا ود حتى لما جوز ابنه خالد بعتله ألف مليون مبروك بيننا ود أزيدك من الشعر بيت وبيننا علاقة طيبة لكن لا أتدخل في شغله ولا أعلق عليه زي ما أنا ما بحبش حد لا يدخل في شغلي ولا يعلق عليه لكن نصل لمرحلة إن أنا بقالي أكتر من سنة أشوف الحلقات أو مقاطع الفيديو بتاعت الأستاذ عمر أديب في إصرار شديد إصرار شديد على ضرب المجتمع المصري من الداخل التشكيك في المؤسسات المصرية طول الوقت التشكيك في أي خطوة مهما كانت إذا وصفها العالم بأنها ناجحة الأستاذ عمر يشوفها وحشة إذا حصل يا راجل ده سعر الدولار نخفض في السوق السوداء الأسبوع اللي فات أستاذ عمر كان زعلان طب الدولار زاد الأستاذ عمر بردو زعلان طب زاد زعلان أنا فهمت طب لما نخفض زعلت ليه ليه إيه اللي خلاك للدرجات دي متضايق عام يوسف هقولك حاجة الحلقة بتاعت أستاذ عمر أديب لما كان قاعد بيتكلم معه دكتور الأسنان أستاذ سمير غطاص دكتور الأسنان أستاذ سمير غطاص حتى تلاقي في حاجة غريبة كده سمير غطاص ما حفظ اللقب ليس حاصلاً على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية هو راجل دكتور سنان بالأساس وهنحكي حكايته بعدين هو عنده طبعاً إدعاء عظيم بأنه كادر عظيم في حركة فتحة وهذا لم يحدث وبالمناسبة قبل من أستاذ سمير عشان هو بتاخده يعني إيه الجلالة وبتاخده العصبية وبينفعل وبتاع أنا ابن مصطفى الحسيني وأنا السندوق الاسود بتاع مصطفى ومش ولا واحد من إخواتي بالمناسبة أنا والقيادات التاريخية الباقية من فتحة حتى اللحظة يعرفون ويعلمون جيداً إن يوسف يوسف ده المأمون أنا بجيبها لك على بلاطة وده مش الاسم الحركي يعني ما ليش اسم حركي ده المأمون أنا السندوق الاسود بتاع مصطفى الحسين أوراق فتح عندنا فتعالي بعد كده شوية أستاذ سمير هنتكلم لكن أستاذ عمر لازم يجي سؤال هل بينك وبين هذا المجتمع خصومة ما طب هل بينك وما بين مصر الدولة خصومة ما في مشكلة حقيقية أنا لا أستطيع الخوض في وطنيت حد لا أقول أستاذ عمر أديب وطني ولا مش وطني يحب الوطن ولا لا يحب الوطن هل هناك جرح ما هل حد دسلك على طرف أنت تصول وتجول كيفما شئت كيفما شئت كيفما شئت ولا أحد يتحدث إليك ولا يكلمك ولا يلومك ولا أي حاجة خالص لكن مصر طول الوقت قاعد عمال تشرح لازم نبدأ دايما ولو لاحظت أستاذ عمر الحقيقة بيعمل يعني معادلة كده لطيفة وزكية يقول أنا مواطن مصري بخاف لكن أنا خايف على المصريين إحنا خايفين على نفسنا المصريين هم البلد والبلد وهم مصر فخايف على نفسك من إيه أستاذ عمر ما الذي تخشى عليه أو تخشى منه الآن من إيه صعوبة الأوضاع الاقتصادية وسعر الدولار والله إحنا كلنا في المركب المفروض سوا ولا أتحدث عن ثروة الأستاذ عمر عرق شاء وهي طائلة بسم الله هي ما شاء الله ربنا يبارك أنا مش ضد ده لكن أنا ضد فكرة أنت عايز إيه يعني زمان أستاذ عمر طلع مع وفاق الكلاني وسألته عن رأيه في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الله يرحم الجميع قال لها نصا كده المستثنى بإيه إلا والله أنا ما بأتري يعني أنا من عادة لما بأتكلم وجيب سير الحدي فأنا راح مقلد الكلام بتاع ده المستثنى بإيه إلا عندك خط أحمر يا عمر رئيس دي رقابة عليك ولا رقابة ذاتية ذاتية ليه الرئيس مبارك محوطك بيحبني كل ده بالمناسبة أنا ما عنديش فيه مشكلة هو حر يحب من يشاء لا يحب من يشاء يؤيد من يشاء يرفض ويعارض من يشاء كل واحد فينا ليه هذه الحرية خلاص كده ثورة يناير عمل فينا وسوى وكانوا يقولوا الوادة وكانوا يعملوا اخرصوا سكتوا أنا ما كانش بيهمني حاجة أنا كنت باشتوم في وشه هو المستثنى بإلا يا أستاذ عمر هو الخط الأحمر هو البعيد عنك أو الذي لا تأتي على ذكره لأجل الرقابة الذاتية ولا هو اللي عمل واللي سوى وأستاذ عمر يعني ساعات كده يستخدم مصطلحات لا طليق بالمنزل ولا بالعائلة المصرية عندما نتحدث على الهواء أو عبر الشاشات يعني واستخدم شوات حاجات مش حالة دول عمل وفينا دول كانوا عالم خبت 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 الله ماشي أستاذ عمر بقى الظاهر يعني إيه كان مضغوط عليه ولا مقروس عليه ولا مع إنه قال دي رقابة الذاتية هو بيحبيه أنا بحبه هذا الرجل لم يسكن في عهده صحفي الكلام هنا من الأستاذ عمر الوفاء الكلاني الاتنين أحياء يرزقون نحن لن نتحدث عن من توفهم الله ولا نتقول عليهم ده الحلقات موجودة على الإنترنت حدث كيف ما شئت بلا أي حرج هتلاقي على تيكتوك وهتلاقي على فيسبوك وهتلاقي على يوتيوب هتلاقي على انستجرام هتلاقي اللي أنت عايزه اللي نفسك فيه كله شيء غريب قوي ما فيش حد جبرك إنك تقول الكلام ده عند وفاء الكلاني ولا جبرك ما انت قلت ما فيش حد بيسجن في عهده هذا الرجل لا يحبه أن يقصف قلما ده كلام الأستاذ عمر عن مبارك الله يرحمه أول ما حصلت يناير وتحديدا لما اتدفة راحة نحية 25 يناير مش نحية نظام الراحل قالك ده عمل وسوى وتب يدب 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 الله شيء غريب حتى عن صروة هذه العائلة عائلة مبارك قالك لا يوجد ما يثبت ولا توجد أي تقارير ولا يوجد مش عارف إيه وبعد شوية أول ما دب الخناء اللي ما بينه وما بين أنجال الرئيس راح طالع قال لا ده عمله دول خده دول استوله دول سرقه ده التقارير بتاعت الحكومة بتقول والتقارير بتاعت بنوك سويسرة بتقول يعني أنت شايف إن الناس دي خدت ولا ما خدتش أنا متلخبط ما أنا مش فاهم بلاش الإخوان المسلمين محمد مرسي عمر أديب الأستاذ عمر أديب مرة تانية لأن أنا تعودت أن أقوله يا أستاذ عمر أنا عمري مناديته بإسمه بالمناسبة أنا راجل أداعي إن أنا متربي كويس أستاذ عمر أديب أكبر مني بـ 11 سنة ما أقدرش أقوله يا عمر ما نفعش أنا ليا زميل هنا أكبر مني بـ 7 سنين أقوله عم سعد 7 سنين أقوله عم سعد أنا خلقتي كده موضوعنا أو مش موضوعنا سيبر منه دلوق طيب تعالنا نروح على ما هدو حاجة غريبة جدا إخوان المسلمين وجيب محمد مرسي أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ مصر الآن جماعة الإخوان المسلمين الذين تأسسوا من عام 1928 هم الفصيل السياسي الأكبر فصيل سياسي شايف الإخوان المسلمين فصيل سياسي الأكبر الأقوى مش عارف إيه وهم القادرون وهم الذين يستطيعون الناس انتفضت ضد الإخوان اتدفة بدأ اتبان خلاص إخوان نو أستاذ عمر أديب بدأ يهجم الإخوان على مجات تلاتين ستة طيب تلاتين ستة حلوة تلاتين ستة جميلة طيب شوية فخمط الرئيسات رشح للانتخابات كل حاجة تمام كل حاجة حلوة شوية أستاذ عمر سافر حقه يسافر يشتغل شغله لو قم تعيشه أنا مش ضد ده وهفضل طول عمري مش ضد ده بس لقينا اللهجة بتختلف كلام بيختلف فجأة ما بقتش يعني ده اللي المفروض يحصل وإه لأ مش ده الأداء ولأ والقرارات ولأ في اللي مش عارف إيه هو إحنا حلوين ولا وحشين أنا برضو مش عارف مش فاهم مش بالع مش مستوعد أنا اللي أنا فهمه إنه مثلا حاصل أزمة اقتصادية في الدنيا كلها حصلة ولا مش حصلة حصلة تؤثر على الاقتصاد العالمي أول لا لا آه أنا من ضمن هذا الاقتصاد طبعا هلأ نجبر اقتصاد وأقوى اقتصاد في الدنيا أبدا أبدا هتأثر طبيعي أنا بقى أطلع أشرح للناس أستاذ عمر طبعا هقول يا يوسف أنا يا ما قلت لا يا أستاذ عمر أنت كنت بتطلع تقول نصة ده اللي جاي هيبقى سواد واللي بعده أسود منه ليه بتسود علينا العيشة ليه يعني إحنا شغلتنا نضحك على الناس يا يوسف لا شغلتنا نقول الحق وكل الحق لكن مش شغلتنا نطلع ننكد على الناس يماتي ولا أوعدهم بسواد العيشة ولا أشككهم في الإجراءات اللي بتحصل شغلتنا إن إحنا نقول الحقيقة ونشرح الوضع لكن ما طلعش أقول يا أستاذ عمر إنه ده لس هتزيد وهتزيد أكتر والدنيا هتبقى أسود والدولار هيعلى زيادة فاللي حضرتك كنت بتعمله يا أستاذ عمر بمنتهى البساطة يؤدي لكرسة حقيقية لأنه حضرتك راجل كسيف المشاهدة ودي حاجة رائعة بسم الله ما شاء الله فاللي بيحصل إن الناس تطلع تقول إيه يا خبر أستاذ عمر ده عارف لا ده قديم لا ده واصل يبقى الدولار هيزيد خزن دولار تجار السلع خزن بضاعة صح ولا لأ مش بالزمة ده اللي كان بيحصل كل الناس دي كان بتعمل كده كل الناس دي كان بتقول كده مش بتعمل كده خزن الدولار احنا هنا شوية غلابة ما عندنا إش دولارات احنا شوية موظفية لكن كله قل لك إيه الحق بسرعة انزل اشتري تليفزيون سيد عمر قديم بيقول إن الحاجة هتغلى يحصل إقبال مفاجئ وسريع وتكالب وتهافت وتزاحم عشان الناس تشتري أي حاجة يجي التاجر الكويس والوحش يقول لك بس خلاص غلي أسعار ده الناس عايزة خزن ده قالوا الحاجة هتغلى من النهار ده شاري مثلاً ناس أي كلام يعني تليفزيون 8000 جنيه شاري واقف علي هتجري ب1000 جنيه بس قالوا في التليفزيون عند الأستاذ عمر إنه التليفزيون ده هيغلى وهيبقى بتلاتة خزنوا قول مش موجود هب الأسعار تزيد عايز التليفزيون والله هآخر حتة عندي يا باشا هجبها لك من المغزن بتلاتة ونص أنا عارف الرد بتاع الأستاذ عمر قديم احنا عايش رابرضو يعني وانا راجل مش غبي يعني عايز تقول إن أنا مؤثر للدرجات دي كلنا مؤثرين يا أستاذ عمر الكلمة اللي أنا هقولها هتأثر الكلمة اللي السيدتك هتقولها هتأثر وكلمة اللي هيقولها سيدتك هتأثر وكلمة اللي هتقولها سيدتك هتأثر ده احنا دي شغلتنا فل احنا موجودين هنا لان احنا عندنا قدرة ما على التأثير قدرة ما على عرض الحقائق قدرة ما على انه نهدي من روع الناس بالحق وبالفضيلة وبالعقل محدش بقول ان احنا نجذب على الناس ولا نضلل الناس لكن بمنتهب طب يعني كنت تعمل يا عم يوسف اقول والله يا جماعة خلي بالكم لو سمحتوا اقتصدوا في الانفاق العالم فيه ازمة مش الحقه الحاجة هتغلق فالناس تطلع تجري وتشتري الحق دولار هيزيد كمان وكمان وكمان فالناس روح مخزنها دولارات اللي جاي اسود واللي بعد اسود منه وانا قلتلكم المصيبة انه يا استاذ عمر بتطلع بعد كده تفخر فاكرين انا قلتلكم هتبقى سواد اهو زي بالظفت كده لما سقر السوق السودة كاذبا وزورا وبهتانا زود الدولار ووصله لحد واحد وخمسين سبعين قرش انا راجل بقى دقيق بجد مهوش باتنين وخمسين واحد وخمسين سبعين قرش كان كلام فاضي ومضربات تجار وكذبه شفته قلتلكم هيزيد ايه الفخر اللي في ده طيب نزل نزل انا مش فاهم هو نزل ليه يا دين النبي يا دين النبي عايز يا استاذ عمر انت زعلان النزاد ولا زعلان النقل مبارك حلو ولا مبارك وحش الاخوان اكبر واقوى فاصيل سياسي منذ تأسيسه بـ28 ولا الاخوان قتلوا مجرمين الناس دي استولت على فلوس البلد ولا ما استولتش على فلوس البلد هناك تقارير تفيد ذلك ولا هناك لا توجد تقارير تفيد ذلك تاني فيه فرق كبير ما بين استاذ عمر يقولك بتبقى مواقف والمواقف تتغير اما المبادئ سابتة ايه هو المبدأ بقى ده السؤال ده السؤال انا مع البلد دي ولا مش معاها ده السؤال هو انا لما اقول كده بقى ضد البلد اه اه لما ادفع الناس دفعا الى حفة الهاوية على شفير السقوط فالناس تبقى خلاص فقد السقة في كل شيء حواليها انا مش هصدق حد لانه اللي انت بتعمله بيؤدي الى ايه تزاحهم تكالب شرب بدون مبرر تخزين لعملة صعبة ايه ده ايه ده بلاش هو مصر يا استاذ عمر اديب قدمت مساعدات تقدر بكم في المية من اجمال المساعدات التي تقدم لغزة ودي بالمناسبة من ضمن الحاجات التي يعني يتحدث فيها الاستاذ عمر اديب على استحياء وكأنها غير موجودة وغير واقعية يا فندم انا بقول انا يوسف فهو يا فندمي انا بقول طلطفا 85% الحقيقة 90% من المساعدات اللي وصلت غزة مصر استاذ عمر اطلع قلنا كل دولة غيرنا ايا كانت في حتة في العالم قدمت كام طن بلاش العالم كله يتكلم ويشيد عن عبد دور المصري سواء ازا كان تبادل الاسرة الهدنة دخول المساعدات الضغط على الصهاينة استاذ عمر من على الوش وكأننا مش موجودين طب مين اللي موجود يا استاذ عمر مين اللي كان بيفوض واحنا ما نعرفش مثلا المساعدات كانت بتخش منين غير رفع ولا على رأيي سمير غطاس ما حفظ اللقب الدكتور طبيب الأسنان سمير غطاس أصل الأردن نزلت بالطيارة حاجات وأصل مش عارف مين بعت المستشفى الميداني سواء عمر كان ممكن حضرتك ترد وتقوله ده مصر دخلت كام ألف طن ده مصر موقفة العيال بقى لهم ستين يوم شهرين وقفين في الطلب شمس ماشي برد ماشي مطر ماشي شبان وبنات وقفين علشان خاطر يعفرزوا الحاجة ويكرتنوا الحاجة ويعبوا الحاجة ويشيلوا الحاجة على كتافهم ويحطوها في العربيات وتوصل لجوه بلاش لما نقعد نتكلم عن دي بالمناسبة كارثة بصراحة سيادتك سمحت للأستاذ الدكتور طبيب الأسنان سمير غطاص ما بين قصين محمد حمزة ودي حدوتة وهم يعني حدوتة ما بين قصين كده إنه يقول أصل أستاذ سمير غطاص يعني يحب بتاعه يعمل كده حركات بادو ظريفة كده يخبط بيها على الترابيزة وبتاعه وبعدين السشوار يبدأ ينفش منه جو كده بس مش دي قص والله مش بادو ما قصوش حقك على أستاذ سمير في السشوار دي ملاش لازم اقطع السشوار شيل السشوار من الموضوع خلينا دلوقتي مش في السشوار ويعمل التمثيلية إياها دي أصل فيه فلسطينيين يحملون الجنسية المصرية لأن أستاذ عمر الحقيقة لم يقل الحق ولا الصواب عندما حاول أن يجمل الأمر في اليوم أو اليومين اللي بعده أن يقول أصل تم الاكتزاء والاقتطاع لا 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 اكتزاء والاقتطاع سمير غطاص قال ما هو نصه أصل المصريين هي فلسطينيين اللي هي كانت فلسطينية وبعدين اتجوزت مصري فخلفت عيال فالعيال دول بقوا مصريين فيبقى احنا في كده في عندنا مصريين فلسطينيين موجودين في القطاع حد كده مظبوط فدول لما بيحبوا يعدوا من المعبر علشان ييجوا ويحتموا بمصر فعلشان يعدوا لازم يودوا السفارات بتاعتهم على السفارة المصرية فرام الله والسفارة المصرية تديها للإسرائيلين عشان يوافقوا عليها مصر مين اللي مستنية موافقة ومن مين واحد الباسبور بتاعه مصري مصر هتستنى موافقة من الجن الأزرق مش من إسرائيل من الجن الأزرق عشان تعديه ولا ما تعديهوش مين بلاش أعطيت هذه الفرصة لضيفك كان كريما أو غير كريم ما ردتش عليه يا أستاذ عمر حقك إنك تقول له وهل لديك ما يؤكد ذلك ده اتهام كبير تقول ضخم هل لديك ما يؤكد ذلك يعني أستاذ سمير حضرتك مثلا كنت قاعد هناك في السفارة فرام الله بتستلم أنت الجوازات وبتعمل الكشفات وتبعتها للإسرائيليين طب أنت ما كنتش قاعد في السفارة فرام الله حضرتك كنت قاعد هنا في غزة بتلم أنت منهم الجوازات عشان تبعتها للسفارة فرام الله طب ما كنتش قاعد طب كنت قاعد مع الإسرائيليين بتناجع معهم الكشفات لا إلا إذا كنت قاعد على يعني جنب الجماعة الفلسطينيين بتعد معهم واحد واحد من سمح له ومن لم يسمح له من الاحتلال الصهيوني ده بالنسبة لي مش مفهوم طب أستاذ عمر كان لازم تسأله هل لديك ما يؤكد هل لديك وثيقة هل لديك فيديو مصور هل لديك مصدر مؤكد غير مجهل رسمي يفيد ذلك من أي من الجانبين من أي من الجانبين أستاذ عمر أنا أتذكر زمان جدا حضرتك قلت موزيع التوكشون ناجح أكيد بدأ حياته صحفي حضرتك دايما تقول أنا بدأت صحفي في مجلة صباح الخير مؤسسة روزة اليوسف يعني حضرتك صحفي الصحفي لما يسمح حاجة زي كده أستاذ عمر وأنت راجل بقالك مهاردة تقريبا بنتكلم في حوالي 28 سنة بتقدم برابط دايما برنامج سوريلة قاهرة اليوم لا تقعد على الكرسي قدامك الضيف الضيف لما بيسألوا حضرتك سيدة العرفية لو عاوز هتعمل كده هتك قديم وزكي مش الأزكة زكي مش أزكة من حد زكي جدا كمان لما سامير غطاس يقول الكلمتين دول تقوله المصدر إيه على عهدة مين الكلام ده فييجي مثلا سامير يقولك إيه على عهدتي يقوله آسف مش حاجة يسمعه على عهدة حضرتك أنا الذي أحاسب يا أستاذ عمر يعمل لك كده هو بيحب دهما يتكلم بلك نتبدو أنه فلسطيني عشان يدد الحساس أنه يعني النضاله صبغ عليه آه أستاذ عمرو آه بيقوله أستاذ عمرو مش عارف ليه أستاذ عمرو أستاذ سامير مصري عمرو ليه معرفش مش موضوع حاجة بسيطة بس كده فأقول أستاذ عمرو فإحنا كده اقتنعنا يعني يا خبر ده سامير مصري يقوله عمرو يبقى أكيد كان في المقاومة سأله قل له المصدر على عهدتي لا مش على عهدتك مش في البرنامج قل له كده لا مش عندي مش في الحكاية أنا مش برنامج صغير ولا أنا موزيع صغير مش كلام من ده ده كلام خطير العهدة مين فين إزاي ولا هي على المزاج يعني لما يبقى فيه التقرير اللي موجود في كل حتة بتاعة جوردن نيوز اللي قلت لك إنها لسا كنت بقول لك مبارح ده ولا أقول مبارح ده جورنال عبري على موضوع التهجير والنسب ومليون مصري قصد مليون فلسطيني يجيو يعيشوا في مصر و250 يروحوا للعراق ومش عارف فين يروح الأردن وفين يروح تركيا وفين يروح اليمن فيبقى بنعرض ده على الشاشة باعتبارها وثيقة وأستاذ سمير جاب لنا الوثيقة التيها وكأننا ما كناش شايفين مثلاً ولا حاجة لكن لما يبقى فيه اتهام شديد الخطورة يتحدث عن سيادة الدول وقلقتها وحمايتها المواطنيها وما قلوش طلع لي مصدر ولا وثيقة وحدة تفيد ذلك واللي هو الشغل بتاع حلق حوش والحوا وأنا معايا البطاقتين وروح مطلع البطاقتين بتاعت عيلين حاجة دي بتباع على الارصفة بتباع على الارصفة راس بطاقة في لندن تعالي بقى على أستاذ سمير غطاص طبيب الأسنان أستاذ سمير غطاص جزء من ما يحاول أن يحيط به نفسه بهالة ما بأنه المناضل العتيد العظيم التاريخي الذي سفر والتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية تحديدا الجناح المسلح لحركة فتح بعد سبعة وسبعين ويدعي دائما أنه كان صديقا لأبو جهاد خليل الوزير وأنه وأنه من ضمن المحاصرين في بايروت أنا آسف كذاب حضرتك كنت في حصار بايروت وقت الاجتياح بجد يا راجل تبطلع لي وثيقة واحدة محققة سليمة تفيد أنك كنت في حصار بايروت الاجتياح مع مين ادي لي أسماء الأحياء مش الأموات ما فيش حد حي لا فيه لا فيه حضرتك كنت صديق لأبو خليل لخليل الوزير لم يذكرك خليل الوزير في أي حتة صديق وهو أنا لما لو أنا افترضنا أن أنا سمي الغطسان لما عد أقول وكان يمسك البرودة فلما تقول البرودة فأنت كده مجاهد منضل وكتف الحركة أو بتاع طبعا أنا أبويا كان قيادي في الجناح المسلح لحركة فتح عمره مقال برودة يا أخي أستاذ سليمان شفيق مدى الله في عمره يا أستاذ سمير لا مش كتير يا أستاذ سمير أستاذ سليمان شفيق مدى الله في عمره وباركله فيه عمره مقال برودة يا أخي برودة إيه أنت لما تقول برودة كالتيني وما تقوله يا عمرو كالتيني منتدى الشرق الأوسط بيعمل إيه مركز أبحاث وأين أوراقه البحسية عن غزة منتدى الشرق الأوسط اللي بيديره الأستاذ سمير غطاس اللي بيدعي أنه جزء أصيل من المقاومة المسلحة الفلسطينية في حركة فتح سمير غطاس كان في فتحة أو كان في فتحة عنصر مهم لا عنصر مسلح لا رجل عارف يوصل لأبو عمار هو عارف يوصل لأبو عمار وأكم من الناس وصلت لأبو عمار الله يرحمه وكانوا يحبوا يوصلوا لأبو عمار علشان البرادس القرشين القرشين وانت فيه وما فيه مسألة حقيقة ايه مهم ما هو تاني أنا ما قدرش أستشهد بناس ماتت يعني ما حجبه عمار في أروق القط يعني مش مش هنستشهد بناس ماتت الله يرحمه لكن لسه فيه أحياء فقول لي بس منتدى الشرق الأوسط ده فين أوراقه حول غزة يعني فين الأوراق البعض السيئة والمنقشة أنا معرفش طب هو منتدى الشرق الأوسط لا يتحدث غير عن سوريا بس ليه ده فيه أزمات كتير قوي في المنطقة ده فيه السودان وفيه اليمن وفيه الصومان وفيه العراق وفيه فلسطين وفيه ليبيا ايه غريبة طيب بلاش تدريبات منتدى الشرق الأوسط دايما بتتم في تركيا ليه كلاكما لا يحتفى بكلامكم تصرحاتكم إلا على مواقع الإخوان دا يرضيكم دا يسعدكم طب حاجة أخيرة برضو بالنسبة للأساس هو الفلوس بتاعة منتدى الشرق الأوسط يعني أي جهة أي مركز بحسي أي think tank بيبقى معروف إنه هناك مجموعة من الرعاية ومجلس الأمناء اللي بيمولوه إلى آخره مين بقى مجلس الأمناء أو الرعاية الرعاية اللي بيمولو منتدى الشرق الأوسط اللي بيترقسه ويتعهده بالرعاية وبالإدارة وبالتفكير السيد طبيب الأسنان الأستاذ سمير غطاس هرجع مرة تانية أستاذ عمر قديم حضرتك يا فندم أكيد بتشوف كم الاحتفاء على منصات الإخوان بأي حاجة حضرتك بتقولها ده ما أثرش حفظتك ما دايقكش ما حستش إن انت كده وكأنك معوى الهدم خنجر في ظهر مصر مثلا عم يوسف وانت لما قلت الدولار ومش الدولار وهم مساعتها مش عارف عمله وساوه وبتاع هو أنا قلت إيه أنا قلت اللي عنده دولار يطلعوا يودي البنك إيه اللي عنده دولار يطلعوا يودي البنك هو ده شيء وحش غريب سيء لو كانت الناس سمعت الكلمتين دول وما مشيوش وراء اللي بكرة سواد هيغلع هيولع كانش حصل حاجة ما كانتش الناس حوشت الدولارات في الدولاب وتحت البلطة وفي المرتبة ونزلوا بقعوه في السوق السودة كانوا ودوا البنك كان فضل على سعر وخمستاشر ستين يوم ما يقطع نفسه عشان الأزمة الاقتصادية كان يوصل لربعة وعشرين خمسة تلاتين يا أستاذ واحد وتلاتين يا أستاذ عمر بس كان يبقى سعتها الدولار في البنك ما كانش يبقى فيه عندي أزمة في توفير العملة عبر المصارف والبلوك المصرية لأن محدش لا بيخزن ولا بيكتل عشان خطر طول الوقت عمالين بنهدده وبنقلقه وبنرعبه ونقوله هيزيد والبلد بتضيع والبلد هتخرب والدنيا سواد واللي جاي أسود منه وخلي بالكو تلاتة وعشرين هتبقى سنة سودة واربعة وعشرين هتسود منها يا دين النبي يعني لا شايف حاجة بتتبني أنا ما تكلمت عن الإنجازات وإحنا هنتكلم عن الإنجازات باليمين ونطلع بعد كده نسودها بالشمال أنا قلت أن مصر بتقدم مشاعدات بس قلت أن مصر مستنية الإذن أو فوت الجملة أو ذكرت على استحياء وكأنها غير موجودة ليه ليه هذا ليس هجوما بقدر ما هو لوم وعتاب وجرح أنا تعلمت في حياتي كده اللي بيقرب من البلد دي أنا هاكله صاحي لو أخويا هاكله صاحي وأنا أدها أنا عمري مجريت وحضرتك عارف خالص راسي ما عليهاش بطحة ما فيهاش خربوش ما عنديش تناقض مبادئ خالص عدتم عدنا عدتم عدنا عدتم إلى الصواب على راسي على راسي بس نعود للصواب لكن دي طريقة مش مفهومة علي ما تستفهم كبرى وإيه اللي خلاك دلوقتي بالذات يا يوسف تطمون متنقضات يا يوسف اللي انت بتقولي عليها دي مهمة موجودة من زمان من ساعة ما انت عرفتني صح وانا بدأت تكلمي بايه انا لا اعلق كل واحد حر لكن لا ده احنا دخلنا في ان احنا بقى ايه ده احنا بنضرب البلد شامي ومغربي ده احنا دخلين بقى تقطيع وتلويش وضهرنا تسند احنا بعون الله ضهرنا مسنود بان احنا مصريين مو بقى انه مفيش على روصنا لبطاحات ولا خربيش ولا خربوش واحد ولا واحد لكن احنا يعني نسنا ضهرنا كده هو او نظن ان ضهرنا كده هو مسنود فنبدأ بقى كمان نسيب الاستاذ سامير غطاس يشكك في البلد لأ وبعدين بقى تعال لده في حاجة بقى صعية ايه قعدة الفصال دي ايه ده يعني مليون يروحوا مصر هناخد قدامهم مليار وثلتمية طب ما فيه مش عارف ربع مليون هيروحوا العراق بس العراق هتاخد مليار طب ما احنا بقى كده نوزن ونسعر نوزن ونسعر مصر اصلا أصلا نوقف المصري ضد التهجير القصري للفلسطينيين ضد تصفيات القضية ده أول انا هو ضد التهجير القصري وضد تصفيات القضية التالتة انا ضد ان فيه يحصل اي تهديد للأمن القومي المصري ضد ان يحصل تهديد للأمن القومي العربي تفاهم يعني ايه ان احنا هنقعد نخش في فصل وحنا عاديم في مغارة هنقعد نفصل الفكرة اصلا مرفوضة مش هقول لك مش مقبولة الفكرة مرفوضة بالكلية يا راجل يا طيب يا امير الامرة ده الصهاينة بطلوا يفتحوا بقوهم معنا في الكلام ده الامريكان بطلوا يفتحوا بقوهم اتحطوا لهم خط احمر لا يعني لا العالم عارف الخط الاحمر بتاع الريس عمل ازاي العالم ما هم جربوه في ليبيا ولما حد هوب من مصر قبلها كان فيه ضربة سيرت نيجي نقعد في برنامج نتكلم على مفصلة ده الامريكان بطلوا الريس قال لهم لا والكلام ما يتفتحش يعني هنتكلم في كل شيء وانا تفاوض في كل شيء دي لا لا تذكر كده مع الانجليز كده مع الفرنسوية كده مع الالمان الاسبان موقفهم محترم قوي الله بقى الناس كلها بتتكلم على كم الزيارات اللي جات للقاهرة لمقابلة فخامة الرئيس كم المكالمات التي تستقبلها الرئيس كم التفاوضات التي تجرى مع الرئيس عشان مصر هيك كبير والمصحف هيك كبير لإله إلا الله مفيش حد أكبر مننا يا جماعة يا أستاذ عمرو والله مفي حد أكبر ربنا أمالهم بيكلمونا ليه ما بيكلموش حد غيرنا ليه ده ملفنا إحنا الكبار بتوعه وكفى أرجوك أرجوك كفاية بقى أقولك بلاش مصر خالص برنامج اسمه الحكاية في خمس تلاف حاجة في واحد وعشرين دولة تانية غيرنا أسلم أفضل أنت عايز تمنعني كمصري إن أنا أتكلم على مصر لأ يا فندم اتكلم قول عبر عن رأيك دير الحوار بس لما حد يقول كلام زي كده لو سمحت استخدم حقك في إدارة الحوار كصحفي ومزيع كبير جدا فإنك أنت تسكته مش تسكته تخرصه قوله لو سمحت أنا عايز الدليل على ده أنا طالع في واصل وبعدين نرجع نكمل الكلام طيب إزاي يوكوا عاملين إيه كوي إلا صحيح الدكتور سامير غد تصل لمكان نائب في البرلمان في 2015 إلى 2020 إلا يعني ما شفنا ولا طلب إحاطة ولا استجواب ولا مشروع قانون ولا تعديل ولا سؤال يعني أصغر الأدوات البرلمانية ست النائب السابق طب نزلت الانتخابات لي يا فندم عشان يحصل إيه يعني مش عارف بصراحة ينهر يسوخ بقولكو إيه بعدين نروح نشوف مصر مصر بتعمل إيه مع مين فين وبالمناسبة مصر اللي مش عاجبة الأستاذ عمر واللي مش عاجبة الأستاذ سامير أضافت لنفسها قدرة سياسية حيوية أكتر من قدراتها خلال العشر سيين اللي فاتوا دول لما تعمل منتدى شرق المتوسط ده بالمناسبة يعني تعرف مصر كده جزء من قوتها موقعها يعني الجيوسياسة أو الموقع الجغرافي وقوته السياسي فمصر عملت منتدى شرق المتوسط فزادت على قوتها قوة مهولة دي الإجراءات والحاجات اللي بتحصل في مصر الأستاذ عمر شايفها أنها تتجه من السواد إلى ما هو أكثر عتمة دي مصر الأستاذ سامير غطاص شايف أنها بتخاف وبتستأذن حسب يا الله طيب شوف مصر نهارده استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أسر الاتحادية الرئيس القبرصي خريستو دودليدس كويس؟ اللقاء يا سادة كرام بالتأكيد يتناول على علاقات الثنائية ما بين البلدين والتأكيد المتبادل على الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة واللي بتتطور بشكل سريع جداً خلال الفترة الأخيرة ما كنت أقوله كده نفتح قصين مهمين اسمهم منتدى شرق المتوسط اللقاء بطبيعة الحال ولأنه أمر هام ولأن مصر هي التي تقود هذا المشهد تطرق ليه الأوضاع الإقليمية والتصعيد اللي بيحصل فيه قطاع غزة بفلسطين المحتلة الرئيس الأبروسي بالطبع ثمن الجهود المصرية الحتيثة للتهدئة زي ما بيثمنها كل رؤساء وزعماء العالم كل دون استثناء وخصوصاً كمان في الجوانب الإنسانية يعني مش بس التثمين على الدور السياسي تبادل الأسرة محاولة الجلوس على مقدة المفاوضات التهدئة اللي هدنة لا والجنب الإنساني العظيم العظيم واللي محدش بيلعب في حجمه غير مصر وأكد حرص أبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد بالتحديد خصوصاً في ضوء رؤية مشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم احنا معنا على التليفون دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أهلاً بك دكتور سعيد أهلاً بحضرتك أستاذ يوسف ومشاهدينك الكرام أهلاً بحضرتك دكتور سعيد يمكن فيه اللقاء الذي تم النهاردة في قصر الاتحادية بزيارة الرئيس القبرصي إلينا في القاهرة ولقاءه مع فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي بطبيعة الحال ده يمكن فيه مناقشات كتير كانت أكيد متعلقة بمنتدى شرق المتوسط متعلقة بالعلاقات ما بين البلدين لكن أيضاً اللقاء تناول الأحداث الجارية على الصعيد لفلسطين المحتلة وما يحدث في قطاع غزة إلى أي مدى بتشوف أنه التعاون ما بين مصر وأبرص من الممكن أن يساهم في إقرار الأمان والأمن والسلم في المنطقة أهلاً حضرتك وتسمح لي بس أحييك على المقدمة اللي قلتها في بداية البرنامج تاني حاجة عايز أقول لحضرتك أن مصر هي الفاعل المؤثر للمنطقة مصر هي يا أستاذ يوسف بوابة زعماء العالم لحل قضايا ليس القضية الفلسطينية أو الاشتباكات اللي حصلت دلوقتي بين قطاع غزة وإسرائيل ولكن أيضاً لقضايا دول الجوار نحن لسه يعني من حوالي 8 ساعات كانت مدير السندوق النادي الدولي بتتكلم على امتنان العالم لمقر دولة مستقرة وصامدة في مساعدة الجوار ليس في القضية الفلسطينية ولكن أيضاً في مساعدة دول الجوار في السودان في ليبيا أمن واستقرار العالم والمجتمع الدولي أستاذ يوسف لن يأتي ولم يتأتى إلا من خلال استقرار دول الجوار المحيطة في جمهورية مصر العربية أعتقد أن الزيارة بتاعتنا النهاردة كانت بتؤتي فيما رأى في هذا الموضوع رغبة وإرادة من جانب البلدين للارتقاء بالشعبين الشعب القبرصي والمصري وإن دلت دلت هذه الزيارة على اتفاق الرؤية في حل هذه القضايا وحل القضايا الموجودة في دول الجوار أعتقد أن زيارة رئيس دولة رئيس قبرص لمصر أو زيارات المتعددة للرؤساء حضرتك لسه يوم 27 حضايا كان رئيس الدولة المجر موجودة عن ديره في مصر كل ده إن دل دل إن الناس دي أو هذه الدول متفقة تماماً مع الرؤية والاستراتيجيات الخاصة في مصر وخاصة حل القضية الفلسطينية وحل الآليات اللي كان بيتكلم عنها سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وعايزة أقول لحضرتك على حاجة إن زاد الاهتمام الدولي والمجتمع الدولي بمصر بعد يوم 21 أكتوبر حضرتك شفنا وشفنا المجتمع الدولي يوم 21 أكتوبر دي مؤتمر السلام اللي شهدته أكتر من 32 دولة و3 منظمات دولية النهاردة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في نقطة كبيرة مهمة جداً وهو غياب المجتمع الدولي وإن مصر استعيل بعض من العبارات اللي حضرتك قلتها في مقدمة البنامج مصر هي اللي وقفة يا أستاذ يوسف مصر هي اللي وقفة أين دور المجتمع الدولي النهاردة بيشيد رئيس قبرص به دور مصر وعظيم الامتنان للدور المصري والقيادة المصرية الحكيمة في حل هذا الموضوع وفي أيضاً في جعل استمرار الهدنة الإنسانية أو بداية الهدنة الإنسانية اللي احنا كنا بنشوفها من خلال أربع تيام أو في خلال أربع تيام اللي فات على الصعيد الاقتصادي هناك مشاركة اقتصادية وتعاون واتفاقيات دولية بيننا وبين قبرص حضرتك لا تنسى أن يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المشروعات الكبيرة والعظيمة أن احنا عايزين نعمل يا أستاذ يوسف برصة لتسعير الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط وأعتقد أن هناك اتفاق في هذه الرؤية بين مصر وقبرص في هذا الموضوع إحنا مصري يعني حصتها من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط أكتر من 230 تريليون قدم مكعب أعتقد أن إحنا وقبرص يعني لو لا ترسيم الحدود ولو حضرتك ترجع منذ ترسيم الحدود وإسراءات رئيس عبد الفتاح السيسي على تقسيم الحدود بين البلدين بيننا وبين قبرص وبيننا وبين اليونان ما أعتقدش أنه كان حييجي الدول علشان تيجي تستثمر فيه الغاز والبترول والنفط عندنا في مصر ويكون فيه شراكات فيه البحث والاستكشاف الخاص في مصر طبعا نقل الغاز المسال القبرصي من قبرص عندنا أكبر مصنع في الشرق الأوسط أستاذ يوسف لنقل الغاز المسال البي جي موجود في الشرق الأوسط كله وأعتقد أني دي ميزة تنافسية كبيرة جدا عندنا في مصر صحيحة 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 دكتور نورتنا وشرفتنا وأفتنا وهو الأهم شكرا جدا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجماعة قناة السويس إذن تبقى للكلم اللي قاله الدكتور سعيد يا سادة يا كرام مصر دورها السياسية لم يتراجع بالعكس ده دورها السياسي زاد قوة على قوته وزادت تساعا على التساعي وزاد عمقا على عمقه وزاد فعالية على فعالياته وإحنا بنتكلم على منتدى شرق المتوسط واللي احتياطات من الغاز الطبيعي اللي من حق مصر تبقى لليه ترسيم الحدود الاقتصادية اللي تم في المنطقة واللي بدأته مصر وراعته وأسست بناءا عليه منتدى شرق المتوسط اللي أصبح كل دول المنطقة تتهافت وتتكلم للدخول فيه حتى البعض الذي كان يرى أنه قد يكون هناك في الأمور أمور بل بالعكس كله عارف أن احنا في الأخير خالص صح بهذا الاحتياطي بهذا الاحتياطي اللي جاي سواد واللي بعد هو سواد منه طيب بدأ عودة الانترنت تدريجيا على مستوى جمهورية مصر العربية بعد ما حصل لخبطة الخدمة لو حبيت تسميها كده وفي بعض المناطق معنا على التليفون الأستاذ محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات وطبعا يا أستاذ محمد أنت عارف أنه مبتسم ليه؟ منور لا أستاذ يوسف أخبر حضرتك طبعا أنا عارف مبتسم ليه أستاذ يوسف طبيق شخصي عزيز جدا عليك طبعا إحنا مع بعض في المدرسة بما إحنا عندنا أربع سنين فإرفع الألقاب وهنتكلم جد وكل حاجة لأنه إحنا مع المشاهدين على الهواء إيه اللي حصل؟ بص دقيقة إحنا نزلنا بيانة على القناة الشرعية بتاعتنا والسوشيال ميديا إن فيه حصل غفل تقني فني بحث في أحد الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن تشغيل السيستم الرئيسي أو الشبكة الرئيسية للمصرية التصالات الإنترنت المنزلي والتليفون الأرض طيب وتم تداركه سريعا جدا في خلال ساعة وتنقلنا على الأجهزة الإثناء الأجهزة البديلة تحويل المصاري على الأجهزة البديلة وتم إستقلاتها خلاص ولكن الإنترنت هتعود تدريجيا لكل عملاء المتضررة في خلال ساعات إن شاء الله طيب أنا مش عايز أدخل معاك في قصص تقنية لأنه أنت رئيس نائب رئيس الشركة ونائب رئيس التنفيذي يعني وأنا عارف أن الأمور التقنية دي بتبقى معقدة حبتين لكن لازم هسأل سؤال هل من الوارد أنه ده يتكرر تاني؟ لا إن شاء الله مش هتكرر تاني هو نسبة حدوثه نادرة نادرة جدا ولكنه يحدث أي سيستم أي سيستم قابل لتلير ده مدى الشرطة التي حصلت في الواتساب وبيحصل في الايفون بيحصل في فيسبوك بيحصل يوسف نادر حدوث ولكن بيحصل الإجراءات المتابعة تبقى بنتحقق من أسباب الحدوث وكده كده لازم يتقى فيها عندنا أجهزة بكب أو بديلة بيتم تدارك المشكلة عن طريقها بنتم نحقق ونشوف سبق أسباب الحدوث مع الشركات أصحاب الأجهزة واللي تفادي حدوثها مرة أخرى وبالتالي طبعا بعد ما عودت الانترنت بالتدريج لكل العمار وانتظامها وسط قرارها إن شاء الله هننزل ببيان لتعويض جميع العملاء قريبا جدا يا أخي وأنا قعد في البيت أقول يا ربي هو الانترنت ملها الروتر حصله إيه؟ طب أكلم أبو طالب طيب ولا إيه؟ تخيل بقى لما أكلم بأبو طالب نائب رئيس التنفيذي بعيد على إنه الصديق الأنتيم صديق العمر ولو نبقى أصل الانترنت عندنا مششغال في البيت والله قعدت احتارت لحد بقى ما لقيت إيه؟ البيانات بدأت تصدر من عندكم وحاجات زي كده ففهمت إنه خلاص بيتم تدارك المشكلة لازم والله وأنا أستغنى أبو طالب حبيبي ربنا أخليك أنا مشكور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس هو المشكلة عشان بس أقولك بس حتة مهمة جدة هي اللي حصل إن هي حصل في بعض المناطق في بعض المحافظات لكن كان هناك في مراتق منها يتسافة سكنية فيها عالية جدا فالتدخمت الأمور جامس جدا لكنها محصلتش في حتة معاينة متمركزة في بعض المناطق ومحافظات في محافظة القاهرة بعض المحافظات وجه إبلي ومقبود من القناة صحيح صحيح تعالف طبعا بطبيعة الحال إن ما بتحصل حاجة جوه القاهرة فبتروح من السماعة أسرع من أي محافظة تانية علشان الكسفات اللي موجودة في القاهرة القاهرة هي العاصمة الناس بتتوتر بسرعة وما إلى ذلك الحمد لله إن إحنا تدركنا المسألة وإن شاء الله يعني زي ما أنت قلت كده هي عمرها ما هتبقى يا دي أمور نتبقى نادرة الحدوث وإن شاء الله ما تتكررش بإذن الله أنا بشكرك جدا 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 نورتنا وشرفتنا وكل الشكر لزميلي في الإعداد إن هما سمعوني صوت الأستاذ محمد أبو طالب أشكرك جدا أستاذ محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات يعني أبو طالب مش بس كما أهم هذا أبو طالب ده يعني الصديق الأنتيم تخيل مش عايز أقول إحنا عندنا كم سنة أبو طالب إحنا لدينا 49 سنة فأنا وهو صحاب أني 45 سنة دلوقتي بفرح لما شوف الناس بتكبر بفرح بشعر بفخرة حقيقة يعني ألاقي أصدقاء وزملاء ورفاقه بيكبره ويتوله وتعيد تلز كبيرة في الشركات وحاجات زي كده وبينجحه ببقى سعيد وأقول والله ده إحنا الجيل الزهبي موليد السبعينات أنا منحاز للجيل بتاعنا جدا عايز أستأذنكم نروح فلسطين نروح نشوف يعني إيه شعب متشبث بكل أشكال الحياة مهما حصل نضال الشعب الفلسطيني نضال طويل جدا يزيد عن المئة عام ويمكن في أكتر من مرة حاولت أحكي لكم أكتر من حكاية متعلقة بالأكتر من مئة عام مسألة أبعد بكتير بكتير من عمر دولة الاحتلال اللي نشأت في 1948 مسألة أكبر من كده بكتير مش الـ 75 سنة النضال طويل والنضال بينشف العظم ويسقل الروح وبالتالي كل ده بيبدأ يتوارث من جيل لجيل لجيل مئة سنة يعني تقريبا عشر أجيال عشر أجيال بتعاني من كل أنواع الفظائع والمذابح الإنسانية كل أنواع الفظائع والمذابح الإنسانية وما فيش شعب عانى كيف ما عانى الفلسطينيين بصراحة خالص خالص احنا كنا نضرب المثل في النضال والمعاناة لأجل الحرية في منطقتنا العربية دايما نقول الجزائر بلد المليون ونص شهيد لم نكن نتصور أنه اللي هيحصل في فلسطين يفضل مستمر كل ده عنوان محدش يقدر ينكر عنوان حقيقي للنضال والفلسطينيين قبل بقيت الناس عارفين مصر طرى فلسطين من أنهزاوية طرى فلسطين باعتبرها جزء منها فنضلنا الصحفي والسياسي على مستوى صناعة القرار ونضلنا الاقتصادي أيضا لأجل فلسطين وهذا حديث له مجاله وفي حينه خد بالك من كلمة نضلنا الاقتصادي لأجل فلسطين وأن الفلسطينيين يبقى فيه عندهم حقهم في صروتهم في بلدهم في دولتهم المستقلة بأمر الله سبحانه وتعالى ولأجل حق الحياة فلسطينيين عندهم جملة بدنا نعيش طفلة فلسطينية بدها تعيش عايزة تعيش بتبيع شاي تحت القصف في غزة شوف وهنرجع نكمل الكلام عمو الشاي عالي بتبيع شاي إيش اسمك إيش صفيش إيش ليش بتبيع شاي الله يلعن الاحتلال اللي وصله له هيك مرحلة أعطيني كاسة وأعطيش سباب كمان كل واحد كاسة يالله كل واحد فينا شاف ده ازاي كل واحد فينا شاف ده ازاي شوفنا الطفلة ولا شوفنا الطفلة الفلسطينية ولا شوفنا الطفلة الفلسطينية اللي بتبيع الشاي في أقصى لحظات ممكن الإنسانية تتعرض لها ألا وهي القتل والاستهداف المباشر شيء صعب شيء صعب يا رب يا رب يا رب انقذ الناس واجعلنا سبب يا رب اجعلنا سبب إن الدولة دي تتحرر وتبقى عاصمتها القدس وساعة ما تتحرر هنروح كلنا القدس سوا فاصل ونكمل الكلام إزاي حضراتكم عاملين إيه كله تمام؟ طيب كما جارة العادة المركز الإعلامي اللي مجلس الوزر الحقيقة بيمدنا بمجموعة من الإحصاءات الدراسات اللي بتبقى كويسة جدا جدا لأنها بتسلط بالحقيقة والرقم على ما يحدث في البلاد واللي بيثبت لك طول الوقت إن لا الدنيا سودة ولا اللي جاي أسود ولا اللي بعده أسود منه على حاجة خالص طيب تعالى أقولك على حدوتة لطيفة اسمها المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر في مصر عشان الكل يبقى فاهم أنا مش بتكلم والله بجده على أستاذ عمر ولا بتكلم على حد تاني أنا بتكلم عشان الكل يبقى فاهم شوفوا يا جماعة قبل ما نقول الدنيا سودة ولا بيضة هتسود ولا هتبيضة هتنور ولا هتعتم لازم نسأل نفسنا سؤال هو الناس الناس في الشوارع مين؟ هم الأغنية جدا الملياردرات دول ولا اللي أصغر منهم شوية هتلاقي لسه إيه يعني بيقترب من رقم المليار دولار كان ولا جنيه يعني مش دي القصة خلاص بتعدي وكونا دحككم على أقصى وطموحات أقصى طموحات أحلامي البرجوازية وصلت لحد فيه مهم يعني أبقى أحكى لكم مرة كده على نواقه وفي ناس بتبقى أقل شوية خلي بالك أنه التفاوتات في الطبقات الاقتصادية في مصر أكبر بكتير وأكثر تنوعا بكتير من أنك أنت تعتبرها الفقراء المتوسطين الأغنياء لا خالص يعني من فاكر مرة كنت عندي دراسة كده كنت عمل دراسة لطيفة على الموضوع ده ونشرتها في جريدة الصباح أنا ذاك أفتكر كنها سنة 14 أو 15 لا والله ما فاكرة كانت ساعة كان زمان وكان رئيس تحديد الصباح أنا ذاك صديقي العزيز أخويا واللطفي يعني مهم لازم تبقى فاهم إنه الناس لما بتاكل عيش لما بتشتغل بتبقى مبسوطة والنخة بأيا كانت لازم تعرض وجهة النظر بتاعت البني آدم ده يعني على سبيل المثال تعالوا نعرض كده الصفحة الأولى من هذا التقرير تسعة سنين من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية لهذه القطاعات التلاتة المتوسطة، الصغيرة، متنهيات الصغر على حدود المشروعات بص يا سيدي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2023 قالك إيه بقى؟ قالك إنه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر قدر في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة من تعزيز المشروعات دي وتخفيف حدة الفقر عن أي سواد نتحدث لما برنامج الأمم المتحدة بيقولك وتخفيف حدة الفقر في مصر وصياغة مصار للتمكين والقدرة على السمود وتعزيز التنمية والابتكار يبقى لا الدنيا سودة ولا اللي جاي أسود ولا حاجة طب بص البنك الدولي لا الدنيا سودة ولا اللي جاي أسود الناس بتقولك اللي عملته مصر يخفف من حدة الفقر يصاعد على صياغة مصار التمكين القدرة على السمود تعزيز الابتكار تعزيز التنمية طب شوف البنك الدولي قال إيه؟ تحفيز ريادة الأعمال من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهيات الصغر أدى إلى إيه بقى؟ خلق فرص عمل يعني ناس كانت قاعدة وبقت دلوقتي شغالة وبتكون لقمة عيش بالحلال ومن عرق جبنها واخبالك تحسين الفرص الاقتصادية المستفيدية دعم جهود تنمية القطاع الخاص من خلال حزمة شاملة من البرامج المالية والدعم المالي لجميع رواد الأعمال يعني الكلام على واه الدولة تسيطروا على مش عارف ايه ونطلع يا ناس تقولك أصل الدولة هي اللي واخده وعمله وده ولازم دلوقتي يحصل التخارج تخارج ايه زا كانت الدولة اللي بتشجع مشروعات متوسطة ومشروعات صغيرة مشروعات متنهية الصغر خلي بالك انه الكبير الكبارات اللي عندهم الفلوس الكتير دول بيبقوا سهل عليهم التعامل مع البنوك وهاخد القرد ده وهعمل كزا وهسدده بالطريقة الفلانية وعندك الضمانات دي وفتحة الاعتمادات ده بيبقى سهل المتوسط والصغير والصغار خالص اللي على القد ده هم اللي مستنين الدولة تخدهم من ايديهم كده وتزقوا تساعدوا شوف تقرير تنمية البشرية الصادر الأمم المتحدة في عشرين واحد وعشرين قالك تولد ده في عشرين واحد وعشرين لما كانت العالم بيقفل بسبب الكورونا العالم بيقفل تولي الدولة المصرية اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من اهمية في توفير فرص العمل للمرأة وذلك ضمن جهود في تعزيز تنمية الاقتصادي للمرأة المصرية عايزك تسمع كده ألفريدو أباد وهو الممثل الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي في عشرين واحد وعشرين قال ايه ألفريدو قال ان مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات اللي بتنفزها الدولة بتتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وبتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي مع الجهات الدولية ده اللي بيخلق تنمية اقتصادية واجتماعية وتهيئة وتهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال في مصر ده كلام خواجة جمعية الاقتصاديين الأورو متوسطية قالوا أن مصر عملت مجموعة من السياسات لدعم رواد الأعمال عملوا الشباك الواحد لتسجيل الشركات حدثوا قانون المشروعات الصغيرة اللي بيوفر حوافز كتير لهذه المشروعات في البنية التحدي طيب كريسيان بيرجر وهو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر سنة 21 قال قال المشروعات اللي تنفذت بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار برنامج تنمية المجتمع تعزز قبلك بقى دخلنا في حتة تانية رفاهية والسبل عايشيها أي هذه المجتمعات وهذه الطبقات التي تسعى لأكل العيش بعرق الجبين طيب تعالى نشوف الصفحة اللي بعدها أيوة بص بقى دي أنا أحب الحاجات اللي مليانة أرقام دي شوف الحوافز الحوافز الضربية للممولين وهكذا حوافز الحقيقة لم يتم إنه نفذت بهذا الشكل ولا بهذا الحجم من قبل ده اللي بيقدمه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهة الصغر هذا المشروع رقم 15-2 152 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية طبعا دي حاجة أستاذ سمير غطاس ما عرفش عنها أي حاجة على الإطلاق يعني ما شافهاش كان موجود في البرلمان تفريح بص يا عم ألف جنيه هي قيمة الضريبة السنوية عن حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف يعني إيه؟ يعني واحد على 250 في المية ضريبة إيه دي؟ ولا حاجة يعني بس أنا إيه الهدف؟ عايز الناس تشتغل طيب نص في المية هي الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لتنين مليون جنيه نص في المية طيب ألفين وخمسمائة جنيه هي قيمة الضرائب بقى لما تبقى ما بين 250 ألف وخمسمائة ألف احسب النسبة المئوية علشان تشوف بص بنتكلم هنا في إيه؟ بنتكلم في واحد اللاربع في المية واحد اللاربع يا الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين اتنين مليون لتلاتة مليون طيب قالك بقى إيه الضريبة كبيرة بقى حاجة الإوعى خمس تلاف جنيه لو حضرتك عندك مشروع بتتراوح أعماله ما بين نص مليون لمليون تدفع في السنة قد إيه ضريبة يا فندم خمس تلاف جنيه يعني في الولى حاجة واحد في المية هي الضريبة السنوية من حجم الأعمال اللي بتتراوح ما بين تلاتة مليون لعشرة مليون فحضرتك يبقى عندك مشروع مثلا بقيمة 9 مليون جنيه 9 مليون تسعمية تسعة وتسعين ألف هدفع عليه ضريبة كم؟ واحد في المية أنا بقولك ده وكأنه يعني النذر القليل من عشر صفحات عملها المركز الإعلاني لمجلس الوزراء عشر صفحات مليئة بما لز وطاب من أرقام إحصائيات تقولك إيه اللي كان بيحصل في مصر خلال تسعة سنين دعما للتمكين الاقتصادي يعني إيه التمكين الاقتصادي عشان نخدكش في مصطلحات سقيلة يعني نوح حضرتك تشتغل بس لا تنتظر الإحسان لا تنتظر الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية دي دورها مهم جدا لكن أي حد في العالم يجي يقولك إيه يا سلام لو في يوم من الأيام لا نحتاج لده تبقى الجمعيات الأهلية والخيرية دي بتشتغل علشان نجمل الميدان ده عشان مش عاجبنا زوء تجميل الميدان ده احنا هنغيره على حسابنا يا جماعة نتما طبعا دي حالة يعني إيه نورانية طبوية إلى أبعد الحدود لكن التمكين الاقتصادي هو أساس ومفتاح الاقتصاد في أي بلد زي حالاتنا كده اسمنا الأسواق الناشئة بنكبر مش دولة نامية تعدينا ده وبالمناسبة احنا تعدينا ده بداية من 2014 اللي مش عاجبة بعضهم احنا كنا على البيض بالمناسبة كنا على البيض كنا على البيض نهارة بقياهنا بنتكلم في دولة بتدي حوافز وبتدي منح وبتساعد وبتعمل عشان نستفتح مشروعات وتشتغل وتاكل عيش وتوظف ناس وبقى فيه فرص عمل ويبقى فيه حركة في الاقتصاد فلوس قاعدة عمالة بتلف وبعدين فوقت من الأقوات نلاقي فيه عندنا هذه المصانع بتكبر بعد ما بتغطي الاحتياج المحلي تبدأ تشتغل على التصدير طيب تعالنا نروح للانتخابات ده لأنه بكلمة كان على ماذا يحدث الآن في بلدنا في مصر احنا بنستعد للانتخابات الرئاسية استحقق دستوري الانتخابات الرئاسية بتاعتنا بإذن الله النتائج النهائية تعلم في عشرين وربعة وعشرين الانتخابات بتاعة الخارج خلاص واحد واثنين وثلاثة ديسمبر خلصت والفرز شغال هنبدأ احنا بقى كالمصريين في الداخل الفخورين بإننا المصريين في الداخل أيضا زي ما إخواتنا المصريين في الخارج فخورين هنبدأ احنا بقى ننتخب إمتى عشر وحداشر واثناشر ديسمبر دكتور مايا مرسي الحقيقة وطبعا زي ما حضراتكم عارفين رئيسة المجلس القومي للمرأة وجهت رسالة تشجع بيها ستات مصر للمشاركة والإدلاء بأصواتهم أنا أقول إنه ستات مصر كده كده هم اللي بيشجعوا كل مصر كما جارت العادة خلونا نشوف الفيديو ده وهذا التشجيع والتحميس لأجل هذه أو لأجل السيدات المصريات ليذهبنا إلى صندوق الاقتراع رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية عشرين أربعة وعشرين دورك كان عظيم ومشرف ورفعتي رس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم ده حقك وحق البلد عليك وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر يلا شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد وصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي ستة المصرية هي الضهر والسند لبلدها صوتك مهم وبيفق صوتك أمانة وبلدك أمانة ومصر بيكي أقوى وأجمل دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنا أحترم الدكتورة مايا دي لأبعد الحدود لأبعد الحدود الحقيقة يعني طيب خليني أخدك ونروح أن هذا حلقة أصدقائي الحقيقة يعني أستاذ سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هذا الرجل الذي مش هقول أفن عمره إلا قضى عمره كله قضى عمره كله دفاعا عن الحق الإنساني والحق السياسي وما إلى ذلك وحشني يا أستاذ سعيد إزايك؟ والله يا حضرتك أكتر يا سيزيوس وحشني جدا 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 يا ربي خليك يا ربي خليك ربا مبسوط أن أنا سمع صوتك وعاوزين نتكلم على المشاركة الانتخابية حق المواطن في المشاركة حقه على نفسه أولا قبل ما يبقى حقه على بقية المجتمع لا هو كمان في متغير جديد أن هذه الانتخابات غير أي انتخابات سابقة وده مش النوع من المغالاة يعني ولا الأبوار زي ما بيقولوا لكن هذه الانتخابات هي مختلفة عما سبقهم من انتخابات عقب 2011 لأنه ده هيعكس مدى توافق الرؤى بين الشعب المصري وبين الرئيس القادم هل مصر تسير في الطريق الصحيح في علاقتها الإقليمية المتوازنة في أن مصر بدأت تقدم نفسها كدولة مستقلة عن أي قوة استقطاب دولية سواء معسكر غربي أو شرق هل الشعب المصري يتوافق مع رؤية رئيسه فيما يتعلق به النزاعات على الحدود المصرية والضغوط والتحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية ولا لا فهي مش مجرد انتخابات لاختيار الرئيس للتوافق مع برنامجه دي مرحلة انتخابات أكبر كتير من التعبير عن الرأي فأنا شايف أنه على ضوء المؤشرات الأولية لتصويت المصريين في الخارج أعتقد أنه كتير هيتفل معايا أنها مختلفة كتير عما سبقها من تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات السابقة اللي فاتت واللي قبلها كمان واضح أنه فيه إقبال متزايد واضح أنه فيه رغم المناخ السيء في بعض الدول فيه ازدحام أمام اللجان واضح أنه فيه تركيز من كونسولياتنا في الخارج لتقديم كافة التسهيلات والأبرز كمان واضح جدا أنه الإعلام المصري لأول مرة في تاريخه يعني يولي اهتمام كبير ونقل نقل مباشر على مدار الساعة ما يحدث من تصويت للمصريين في لجان الخارج عكس السنوات السابقة كانت بتبقى مجرد مقتطفات في النشرات أو إشارات لما يحدث فأنا شايف أنه هذه الانتخابات بجد بجد هتبقى نتيجتها نتيجة مطمئنة لمن يقود البلاد خلال الفترة القادمة ومطمئنة للشعب المصري لرغم كل التحديات اللي بتعرض لها بيشارك في الانتخابات بيحضر مؤتمرات في جدل حولين الانتخابات في إقبال فأنا تمنى إن شاء الله أن نتمر عليك والرسالة الأهم أنه رغم كل ما يحدث من حولنا إحنا شغالين والانتخابات الموجودة والمنظمات بتراك يعني الدولة المصرية لم ترتبك ولم تتعصر في أي إجراء من إجراءات حياتها اليومية بما في الانتخابات الرئاسية صحيح وبإذن الله كل حاجة كل حاجة هتعدي وهنوصل لكل اللحظة هتمنناه بل وأعتقده يزيد أنا مشكورك جدا 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 أستاذ سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أستاذ سعيد المنسبة كان من أكثر الناس الذين ناضلوا لأجل حق المصريين في الخارج في التصويت أنتوا عارفين لارا ولا لا؟ مش عارفين لارا؟ أحكي لك الحدوتة بقى بص سعيد شركة مصر الطيران الحقيقة قامت باستضافة الطفلة لارا من حملة The Hope Giver The Hope Giver هي معناها الناس التي تعطي الأمل تعطي الأمل لارا الزغمطوطة عملت ثلاث عمليات قلب مفتوح أول الله يا رب تكبر ونشوفها أنجح وأجمل وألطف وأحسن بنت وست في يوم من الأيام حلمها تطير تطير الله طبعا مصر الطيران عملت إيه؟ شوف مصر بجد أصلا مصر الطيران دي شركتنا الوطنية شوف مصر الحلوة الحبوبة بتحب إلى أي مدى وتعطي إلى أي مدى وتساعد إلى أي مدى في إعطاء الأمل شوف التقرير ده كن عندي أن أنا إيه؟ في حتة في القلب مش مكتملة في إيه أنا روحت بقى المستشفى وعملت تلات عمليات قلب عملت عمليتين قلب مفتوح وبعدها عملت قسطرة ركبت بيسميكر هنا وفي طبعا أعادة في الرعية اللارا هي آيكون الحملة السنة دي وهي بطلة الحملة زي ما قلتني في شهر سبعة اللارا عم التالت عمت قلب مفتوح الحملة هوب جيبر حملة ميحي الأمل النهاردة هي من أكبر حملات العالمين النهاردة ودي رسالة كبيرة أنت بتحقق حلمها أن هي تركب الطيران من جوة وطبعا مصر الطيران هي نقل رسمي الحملة وطبعا هي فعلا أول ما حكينا الموضوع ليهم في ساعتها كان عندهم الجزء الإنساني أنت مفيش حد يدري حق ده ما تشوفش في العالم غير هنا في مصر يعني الحملة نهاردة في 23 دولة مش مرضى سرطان بس ولا قلبي بس ولا احتجاجات خاصة بالعكس كل ما تفقد الأمل الأمل هو الحاجة اللي بتادي تدافع الإنسان هو يعيش يعني مش أنت تقول له بكرة يتبقى كويس لا مش لا العكس مش كده والله هي الهارة هي اللي ضربتنا على حاجات كتير قوي هي ما شاء الله عليها قوية ويعني بتعلمنا درس في الإقبال على الحياة إن هي طبعا متحملة حاجات كتير في السن ده وإحنا عملنا مع بعض لاندينج في مطار القاهرة الدولي وعملنا تيكوف بفيجوال سيركت زي ما بتسميها اللي هي لفها حوالين المطار بالفيجوال يعني عن طريق النظر مش باستخدام الاي الاس اللي هو جهاز الانسومنت لاندينج سيستم وبسطه الحمد لله كان لي هي الشرف بصراحة أن أنا قابلت مع الهارة أنا شفتها قبل كده كتير وسمعت عن موضوعه بتاعها ويساعدنا جدا إن إحنا طبعا نحق لها حلمة ده أقل حاجة نقدر نقدمها مبسوطة قوي 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 لأنها كان من زمان وأنا نفسي إن أنا أروح المكان ده وأشوف الطيارات واللي هو الجدي يعني مبسوطة قوي يعني كان حلمي إنها إيه لما أخرج بقى وأكبر وأشتغل كان نفسي إن أنا أشتغل حاجة كده في الطيارات أنا عايزة يشوف العالم أركب الطيارات كده يعني يا أخي أنا نفسي نزود الحلقة النهاردة خمس عشر دقايق كده يعني إكسابشن إكسابشن تمنى زملائي رؤسائي مدرين الأعزاء يدو لي الإكسابشن ده عشان نعرف نوعه بالراحة كده يعني وهي مش بالراحة قوي برضه مع ضفنا العزيز دكتور سامين صبري مقارن لجنة الاستثمار بالحوار الوطني بنورنا الأول بنورك أستاذ يوسي كله تمام مش عارف أشكرك إزاي على إنك نورتنا النهاردة لأن أنا عارف إنه إيه أحدك مش من هوات قوي إن أروح البرم أنا راجل عندي شغلي وعندي السياسة فأنا إيه اللي عندنا بنقوله بس حضرتك من الناس في الإعلام ما نقدرش يعني يا ربي خليك يا ربي خليك دكتور سامين الانتخابات شغالة وده استحقق دستورية عشرين اربعة وعشرين هيبقى في عندنا رئيس للجمهورية جديد الاسم أنا ستجل لك يا جماعة أكيد هيبقى رئيس عبدالفتاح السياسي دي أنا واحد أتمنى يعني تمام فيه انتخابات مش سلطتي ولا رأيي إن أنا أقول يا طرى مين اللي جاي وأكيد فلان هيجي وفلان مش هيجي ما عرفش بس اللي أنا أقدر أفهمه إن أنا فيه عندي مسار اقتصادي أنا مشيته خلال العشر سنين اللي فاته من 14 لحد نهاية الشهر الحالي وإعلان النتيجة الانتخابات بتاعت الانتخابات الرئاسية إن شاء الله في بداية عشرين اربعة وعشرين وعندي تحديات اقتصادية أنا همر بيها كدولة وبالتالي قيادة مصر السياسية ممثلة في رئيس جمهوريتها أمامه تحديات وأمامه فرص طبعا فهمني بقى هو حضرتك بدأت الكلام بكلمة مهمة جدا وهي إن إحنا عندنا استحقاق مهم جدا هو استحقاق دستوري وحق قانوني لكل مواطن مصري إن أنا أقول صوتي إن أنا بشارك في اختيار من يحكم هذه الدولة فده نتفق أو نختلف هو أهم انتخابات بتجرى على الأرض المصريية انتخابات الرئاسة المصرية أعلى سلطة في هذه الدولة فده بيخلينا كلنا كمصريين نستغل هذا الحق نشارك وننزل ونقول رأينا ونقول صوتنا مع أي حد من المرشحين فده بيخلينا دايما بنرسخ ثقافة الاختيار إن أنا بختار البرنامج وبختار الشخص وبختار الطريق اللي هكمل فيه طيب ده له مردود إيه على الاقتصاد مردود كبير جدا أولا احنا الدولة من 2014 ما صارها الاقتصادي اختلف تماما عن ما قبل عن ما قبل أعني بها مرحلتين لأن احنا عندنا في التاريخ الحديث المصري فيه مرحلتين في الاقتصاد المرحلة من 2000 ل 2011 دي مرحلة تغير أصلا في شكل الاقتصاد حكومة كانت بتشتغل بفكر رأس مالي فكر سوق حر وكانت بتاخد خطوات في ده بمعارضة وبمعوقات كثيرة جدا ويمكن الناس بس بتنسى لو رجعنا للحقبة دي في تاريخ مصر هتلاقي كل الكلام كان عن الغلاء والتضخم والمواطن والدعم وهل هنلغي الدعم ولا لا من 2000 ل 2011 كان السيناريو ده قائم في مصر صحيح جات 2011 قضت على كل شيء كانت الأحداث ضخمة جدا الدولة ما قدرتش تتحملها كبنية تحتية كمنشآت اقتصادية كاستثمار أجنبي موجود في البلد لأن ما كانتش على قد مصر ده كانت منطقة كاملة فيها سوارات بتموج بالأحداث وبتموج بالأحداث فالمستثمر الأجنبي ببساطة بينسحب بسهولة ويخرج إلا من رحمة ربي اللي عنده مصانع وده دايما نقول لذلك الصانع لو أولوية كبيرة ده موجود مصنعه موجود هيدا نقعد مرنا بمرحلة صعبة جدا في التاريخ اللي حصل فيها الاضطرابات الأمنية والإرهاب وغيره دي كانت برضو من المراحل اللي بتعصف تقريبا بالاقتصاد المصري استثمارات مفيش المستثمرين والصنع سواء كان محلي أو أجنبي كان عنده مشكلة كبيرة جدا في كل شيء أسعر صرف ماشي تدبير عملة موجود أزمة في الأمن كبيرة جدا المواني المصرية وطاقتها الاستعبية كانت ضعيفة جدا في الفترة دي وجينا في نقطة جديدة في التاريخ المصري وهي 2014 وتولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ مرحلة جديدة جدا وهي اقتصاد حر بكل ما تعنيه الكلمة مع ضمان اجتماعي للطبقات الأقل داخل حلو ومشينا في المصار ده والمصار ده بيحتاج موضوع مش بسيط في الاقتصاد إن انت تشتغل بالاقتصاد السوق الحر وبإن انت يبقى عندك تحرير لكل الأسعار إن انت ما عندكش مشكلة الدعم اللي بتقرج دائما للدول بس برضو في قيادة سياسية عينها على المواطن البسيط عينها على محدود الدخل فده إنه يشتغل في محورين متوازين عنشط الاقتصاد وكبر كحكة الاقتصاد بلغة بسيطة فقدرنا نضاعف اقتصاد مصر من مية واربعين مليار دولار ده جمال الناتج القومي في مصر وصلنا الربعمية مليار دولار ده ما بيحصلش من 14 لعشرين اتنين وعشرين كنا مية مليار دولار وصلنا الربعمية مليار دولار أربع أضعاف أربع أضعاف أربع أضعاف إنك تكبر كحكة الاقتصاد ده موضوع ضخم جدا إنه بيحصل في عشر سنوات ويمكن الناس ما بتبصش على الأرقام وتشوف تبدأ حصل إزاي ده معناه إيه؟ بالمناسبة في الأربع سنوات دول أزي في العشر سنوات دول أنا تعدادي ما زادش أربع أضعاف نوع جزء من حجم الاقتصادي بتاعي هيبقى التعداد زاد وبالتالي إيد العاملة زادت أنا زدت الربع وفي الإيد العاملة بطبيعة الحال ممكن أكون برضو زدت الـ 25% لكن لما زودت الاقتصاد بتاعي أنا زودت إيد العاملة أكتر عشان أقدر أخلق فرصة ولذلك في نقص شديد في معدلات البطلة في مصر إن أنا وصلت الأرقام غير مسبوقة عندي فرص العمل على فكرة موجودة والشاب اللي بيسمعنا النهاردة ممكن يقولك طب أنا مخلص وقاعد ما بيشتغلش الكلام ده مش مسبوط لا الفرص موجودة هي محتاجة بعد السعي لأن الشغل بقى فين؟ أنا الوادي والدلتة خلاص عندي المناطق الجديدة اللي حصلت مصر فيها زيادة في الرقعة أصلاً ضعف مساحتها في العشر سنين أنا كنت 7% تقريباً من مساحة مصر بقيت تقريباً 13% النهاردة معمور فيه شغل عندي منطقة شرق العيوانات وتوشكة مشروع توشكة اللي كان شبه وقف تماماً وانتهى رجع ورجع أحسن من الأول بفكر متحضر أكتر وفكر اقتصادي أكبر صحيح عندي منطقة المينيا بغرب المينيا كل ده في الإصلاح الزراعي مكانش متوقع مستقبل مصر الريف المصري على اليد الأخرى سينة واللي حصل فيها من تنمية ففي الاقتصاد احنا كبرنا ده خلقنا فرص عمل قبلتنا بقى تحديات كبيرة جداً خلقك بتشتغل دائماً في الاقتصاد النهاردة وهي تحديات العولمة ان انت في عالم يحصل حاجة في الصين يحصل مشكلة في أسواق الأمريكية تسمع معك في نفس الوقت ده مكانش برضو زمان بالسرعة دي سيئي اللي حصل جالنا جائحة قال جائحة وقفت كل العالم وقفت كل المشروعات اللي في العالم احنا من الدول القليلة اللي تكلم عنها البنك الدولي وصندوق النقد اللي لم تتخذ إجراء وقف المشروعات بالشكل الكان وبنشكر ربنا والقيادة اللي خدت القرار دا لان دا كان ممكن يأثر أثار سلبية كبيرة جداً على مصر انا عندي خمسة مليون بني أدم بيشتغلوا في المشروعات الكبيرة بزبط عندي خمسة مليون بني أدم شغالين والخمسة مليون بني أدم وراهم أسر ووراهم مصانع بتديهم خام يعني دول بيشتغلوا بشكل مباشر لو وقفوا اللي بينقلهم الخامات واللي بيبدأ يصنع في سلسلة الإمداد بقى سلسلة الإمداد كلها توقف دا ما حصلش الحمد لله خرجنا من دي وكنا عندنا القوة والقدرة ان احنا نكمل بدون ما يشعر المواطن البسيط بما حدث من أزمات اقتصادية جات الأزمة الأكبر وهي الحرب الروسية الأوكرانية كان مرضودها علينا في مصر قوي جداً لسبب واحد ومهم ان دول أكبر دولتين بينتجوا الأمح في العالم واحنا بنستورد منهم واحنا من أكبر دولة رقم واحد في العالم استراداً للقامح والحمد لله برضو كان فكرة كده السياسية السابق في إنشاء مشروع الصوامع صح وإلا كنت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جداً قدرت تعمل زيادة في الرقعة الزراعية يزيد إنتاجها ما كانش هيبقى فيه عندي فرصة أخلق مخزون استراتيجي من الأمح فكنت هتبقى مرتبط دائماً بسلسل الإمداد لو وقفت يقف رغيف العيش كورونا في أوكرانيا بخ شكراً كان هتحصل أزمة كبيرة أنا بنقعد نبص الله يا أستاذ يوسف تحط فيه قاعدة في الاقتصاد يعني لو حصل ده إيه زين إيه الناتج لو قلت ما كانش فيه تغزين اتعامل فيه 2015-2016 صوامع وكان مشروع كبير كل الناس كانت بتتكلم عنه مشروع صوامع الغلال في دوميات وفي بانسويف وفي جنوب أسيوت وهكذا ده لو مش موجود كان المغزون الاستراتيجي عندك من سلعة زي الأمح في وقت ما بدأت الحرب ووقفت سلسل الإمداد كنت ممكن يبقى عندك أزمة في الديه وأزمة في الريف المدعوم للمواطن البسيط ده ما حسنتش حس بيه ويمكن محدش تكلم عنه برضو زيادة الزراع في الأمح كان كل الناس دايما تتكلم ليه مصر ما تنتجش الأمح هناك تافي ذاتيا طب ليه فعلا ليه ليه ما كناش في عهد الرئيس مبارك وغيره لسبب واحد توصيات صندوق النقد الدولي لمصر وموجودة ومازالت على الإنترنت تقارير من 2006 و2005 وما قبله يا جماعة ما تزرعوش أمح الأمح في هذه الدول أرخص بكتير جداً ما أنت تزرعه وتنتجه استغل الرقعة الزراعية المحدودة وكمية المياة اللي عندك في زراعات أخرى فانتشرت زراعة الموالح الفكهة علشان نصدرها للدول اللي محتاجاها نجيب بي عملة صعبة ونستورد الأمح أرخص ما نزرعه فكانت هي معادلة دولية في ظل نظام العولامة البنك الدولي بيدي توصياته للدول حضرتك ازرع ده وما تزرعش ده طب معلش أنا في الحتة دي هسأل طب وانا دماغي فين مش هحكم على حد في مرحلته يعني دماغي فين ده وقته ممكن نتكلم ذي تنزل المرة دي يعني خلينا نعديها الناس خلاص مش موجودة خلاص رحمة الله على الجميع بس النهاردة ما بقناش بقى نسمع ده يتقلينا توصيات ناخدها نفكر فيها أدرس بقى وادرسها يتقلي بقى أزرع ايه وما ازرعش ايه أنا صاحب قراري ويمكن ده برضو الجديد إن مصر من 2014 قرارها مستقل تماماً كل ما نسمعتها في مدخلة مع أحد الخبراء في الانتخابات وفي العمل السياسي بيقول إن مصر أصبحت دولة مستقرة في قرارها مستقلة في قرارها ولا تتبع الشرق أو الغرب ده حقيقي وده بقى سباب النهاردة يجي لي صندوق النقد يقول لي انت محتاج تعمل مرونة في سعر الصرف محتاج تعوم بنتكلم اقتصاد هو يقول توصياته بس فيه قرار سياسي قراري أنا أنا شايف ده مرضوده إيه على المواطن بتاعي مرضوده إيه على المواطن البسيط فالرئيس لما قال لما كنا ببرج العرب وقال لو التعويم يضر بمصلحة المواطن مش هعوم واللي يزعل يزعل هو ده اللي أنا أقصده هنا قراري أنا لأنه ممكن يكون صندوق النقد بيقول توصيات علمياً صح اقتصادياً صح ولكن مش معايا أنا في ظروفي أنا في المواطن المصري اللي الرئيس حاسس بيه قوي لا مش ده وقته يبقى نهاردة خرجنا من ده أصبح العالم بيبص المصري لايه يا أستاذ يوسف دولة ناشئة اقتصاد ناشئ شكله كده قرب ينطلق بدون مبلغة كبر الزراعة كبر الصناعة دكتور صناعية أنت رجل دكتور في هذا العلم اللي بيقوله ده أحدك دكتور فيه قولي الجملة دي تاني وفهمي ليه أنا قربت نطلق طبعاً هقولها تاني وبأكد عليها ولازم الناس تكون بتصدق مش بنقول كلام وخلاص مصر دولة من الاقتصادات الناشئة في العالم كل المستثمرين وكل الهيئات الاقتصادية لما أقردت مصر والناس بتلوم على الاقتراض والأرقام وبنسمحها من بعض الأصوات ده مفيش دولة في العالم حصل فيها نهضة وتنمية ونقلة كبيرة جداً ما اعتمدتش على التمويل الخارجي ما اعتمدتش على التمويل أمريكا أعلى دولة مقتردة في العالم اليابان من أعلى دول مقتردة وفرنزا وإلمانيا وإيطاليا وإنجلترا بالزبط هو الفكرة في إيه إنك إنت حضرتك لما حد بيقردك لو أستاذ يوسف وأنا روحنا للبنك نطلب كارد لو البنك رفض يديلي ودى الأستاذ يوسف معناه إنه عنده جدار اقتمانية إنه هو متطمن إن حضرتك هتسدد هتسدد حصل ده والحمد لله ومصر مزالت رغم بقى الظروف اللي عدناها دي كلها ملتزمة بالسادات وأرقام كبيرة مش قليلاً ضخمة طبعاً اللي حصل إن انت أصبحت فعلاً على مشارف منطقة لوجستية من أكبر منطة اللوجستية في العالم سبع وتمن مواني من أكبر المواني في البحر الأحمر والبحر المتوسط دي كانت محتاجة سنوات كبيرة جداً مش عشر سنين طيب تعمل منطقة اقتصادية في قناة السويس تخلي كل أنظر العالم تتجه وتبص علينا كل العالم يشوف المنطقة الاقتصادية في قناة السويس حلم من السبعينات أشار إليه الرئيس السادات في أحد خطاباته دارها وما تمش لما يجي النهار دا دي تحصل وتلاقي الدول بتتسارع وتسابق نتيجة تستثمر وعايزة تعمل موضن صناعية ضخمة أكاد ما بحبش أميل للوضعات المؤامرة ولكن في حاجة فيه الناس حاست إن المارد دا الكيان الكبير اللي بيجبر والحلم اللي عند الرئيس وهو وضح طب أقول له حاجة حاجة الرئيس في كتير من اللي كان يقول إحنا عندنا حاجات كتير بنعملها بس مش عايزين نقولها دلوقت صح صح كلمة دي لها معنى كبير جدا لأن فعلا البنية التحتية والناس بتبسط فيها قوي وتقول طرق وكباري مش طرق وكباري إنت عملت دولة قادرة تستقبل صناعات صناعات عسكرية زي ما شوفنا إيدكس إحنا بقينا نستعرض أمام العالم صناعاتنا الدفاعية عندنا صناعة في مجال ما كناش نفكر ندخله صح واللي بيتفرج واللي بيشوفه تسعة واربعين دولة جيوشهم موجودة سواء وزراء دفاعها أو رؤسة أركان مش أي حد مش هنجيبه قدامنا احنا ونقول ده آآ قاذفة أو راجمة ده متخصصية شغلتها شغلتها إذن حصلت الأحداث الأخيرة بقى في آآ ما يحدث على حدودنا وكل قلبنا مع شعبنا في غزة وفلسطين كانت أيضا إضافة جديدة بقى فاللي عايز أقول له حضرتك إن شاء الله نختار رئيس نشارك دعوة كلنا ننزل نشارك ويكون القادم أفضل بكتير إن شاء الله ده بعد اللي احنا شفناه في إدكس ده معناه إن احنا عالطريق الصح وبالتالي بالتأكيد لازم نشارك بإذن الله ونكمل إن شاء الله أنا عايز أشكرك بقى مش بس أشكرك أنا عايز أشكرك جدا 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 يا دكتور نورتني وشرفتني بجد وأشكرك جدا على إنك موجود معنا النهاردة وأنا عارف إنك زي ما بقول دايما لا بتحب تظهر كتير وبتنام بدري فأنا أشكرك جدا يا دكتور سامير كل شكر ليك دكتور سامير صبري مقرد من الاستثمار بالحوار الوطني شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة تقدروا دايما إنكوا تشوفوا البلد بيحصل فيها إيه من يريد أن يرى ويسمع؟ ها يرى ويسمع من لا يريد ويريده حديثا مطلقا على عواهله وعادي واضرب كراسي في الكولوب ربنا يهدي خلطت الحلقة لحد كده ثوان يكون موجود معاكم رجائي رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات